السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله امو الكرام قيمة هذا الصور اللي كان ابناء الشعب كلهم الاطفال دي المغرب يعني اللي عنده عشر سنوات حافظ هاد الصور ميدوز الشادة الابتدائية يكون حافظها عن ظهر قلب الرحمن والواقعة والحديد الرحمن اللي كان حافظها هي كانتسمى عروس الرحمن كانتلك الله الجمال والبغاء وكانتلك الله العزة اللي حافظ الرحمن لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن والحسن الثاني رحمه الله من اللي عرف هذا الكلام بغى الابناء دي الشعب يكون في يوم الجمالية اهل الايمان في يوم الجمالية الرحمن وصورة الواقعة الواقعة ملكة قراءها لن يمسك الفقر عمرك ما تمديدك ديما نيدك ديما شبعا واتش جربناه والله منذ الطفولة عمر نجعنا ديما كالقاء الحمد لله شبعانين وديما مستكفين ولو يكون القليل كي بلين كثير وكثير وكثير جدا الرضا بما قسم الله تعالى بباركة صورة الواقعة وملكة تكون محتاج كتقرى الواقعة الخير كيف يضع لك ثم الحديد صورة الحديد هذه كتطورة القوة كتطورة القوة أنك ما تقدرش شي واحد يقدر يأثر فيك بالسلب أنه يقدر يخوفك أو يرعبك عندك القوة داخلية قوة داخلية الحسن تاني رحمه الله كان بغاو بحد الجيش دي الابناء الشعب المغربي فيهم هذه المبادئ والقيم فنحن محتاجين أننا نرجع لهذه المبادئ هذه من وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن العظيم ثم قال إلزموا أولادكم إلزموا أولادكم وأحسنوا آدابهم فإن أولادكم هدية إليكم وعلموهم فسألوا يا رسول الله ماذا نعلمهم قال أولا علموهم الصلاة علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع الأولاد يجب أن يصليه لابد نعلمهم الصلاة هذه مسؤولية كبيرة أي أب وأي أم قبل أن نقول حقوق طفل أنك تعطيه التعليم وتعطيه الصحة وتعطيه الإسم الجميل وتعطيه المدرسة الجميلة وتحقق للرفاهية تعلموا الصلاة وأنت واجب خرج من صلبك ابنك خرج من صلبك وعليك أن تعلمه الصلاة وربنا عز وجل أمر بذلك في كتاب العزيز قال واستبر عليها علموا الصلاة واستبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها أهلك يعني الزوجاء والأولاد تعلمهم جميعا وفرقوا بينهم في المضاجع إلي كانوا في البيت ذكور وإينات باش يكونوا عندهم واحد القيمة واحد الاحترام فرق منه ما تخليش لنولد الذكر إيناس مع الأنت في غرفة واحدة أو في مكان واحد قريب ويكون الرخاوة تكون في القوة للرجال والأخرى تكون في الجمال للإناث علمهم كذلك أنك تعطي لإبنك المال في يده تعطي المال في يده باشي باشي مش يشري بها الألعاب والرفاهية علمه كيف يتصدق به على الفقراء وعلى المساكين علمه أن يحب الخير وينشأ على الإنفاق والبد والرحمة وهو صغير غد ما أفطرق أعطيه شي بارك في الده دراهم وقل لي أعطي له ذاك المسكين أعطي له ذاك المسكينة أعطي له ذاك الإنسان كيطلب منه ساعدة علموا هذه المبادئ وزيد علموا أكتر قالوا وعلموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل باش يكون قوي بغينا أبناء الأمة الإسلامية كنوا أقوية السباحة لأنها رياضة مهمة والرماية كانت أيام زمان وركوب الخيل كانت أيام زمان ويقاس عليها جميع الرياضات اللي فيها القوة البدنية والقوة العقلية نعلمها لأبنائنا نحن ما بغيناش أبنائنا فقط يبقوا كنا متفرجين ويصفقون ويصفرون بغينام يكونوا رياضيين في الحالة بدل الملعب كيجريوا كيلعبوا والمؤمن القوي خير عند الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير وجاء التوجيه النبوي أن نحضر من أننا نغفل وينشأ أولادنا على سلوكية شادة أو على عادة قبيحة أو على مساوى الأخلاق عندك نحضر لأنك يقع الغفلة شحال دي لولدين الآن ولد أولادهم وانشغلوا بالعمال وانشغلوا بكسب قوة يومهم وانشغلوا بالمشاريع والسفاريات وانسى أولادهم خلوا أولادهم عند الخادمة والخادمة مسكينة ما عرف أولو فاقدوا الشيء لا يعطيه وكل خلهم عند خادمات عندهم مبادئ أخرى وعقلية أخرى عندهم تقافة أخرى وربما دين آخر يعني متى تنتظر الإهمال للأولاد في الإصلاح والتربية هذا عنده ضريبة خطيرة وغالية جدا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التقصير في هذا الأمر وقال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه كِلَا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هذا إنسان غير متخلق كتلقى في الشريع يتشاجر ويلعان ويسب وديه من خلق المشاكيل كي يكون مثلا مباراة كرة قدم ترافقها عملية الشغب وكي يكون التدمير والتخريب وإدرام النار وهذا الأم والأب في الدار ديالهم ولدهم كي يجيب لهم اللعنة كي يجيب لهم اللعنة وكي يجيب لهم السب ومقاس في الدار ديالهم لأنهم لم يربوا أحسن تربية فلما يخرج إلى الشريع ويلتقي مع أصدقاء السوء يسيء إلى الآخرين ويضم الآخرين فيلعنونه وكيجيب اللعنة لوالده شوف العكس الصحيح ملكة ربي ولدك تربية حسنة الأثمار لينعى والعوائد الخيرة تجنيها تجنيها أنت أيها الأب ويا أية والأم يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ولد صالح يدعو له أعظم تروى تخليها في الدنيا يدخلي ولد صالح يدعو لك من اللي يموتوا الوالدين ويمشوا للقبر أندك تخلي أولاد صالحين كدهوا الخير ويدعو لك بالرحمة وبالمغفرة والله سبحانه وتعالى يزيدك خير في خير فهذه أيها الأحباب والكرام بعض التوجيهات النبوية الشريفة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعامل بها مع أولدنا أن نغرس في نفوسهم حب الله ونغرس في نفوسهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ونغرس في قلوبهم حب الخير ونغرس في قلوبهم حب فعل الصلاح والبركة للآخرين ونعلمهم لماذا يعلّم أولاده؟ ما يعلّم أولاده؟ يعلم أولادك الاستغفار علّم أولادك الاستغفار لماذا؟ لأن لن ينساك غدا إلا كنت علّمت الاستغفار فإنك بعد الموت لن ينساك ما أروع الدعاء الذي يقوله الإنسان وولد في القبر يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرة هذا من بركة الأحسن تربية الأولاد من لك يموت الوالدين كيبقوا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة واستمع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم أشكقوا لنا كيقولك إن الرجل لترفع درجته في الجنة هو في الجنة كل أصبح كالقرس ارتفع درجات فيقول يا ربي أن لي هذا فيقول هذا باستغفار ولدك إليك أو هذا باستغفار ولدك لك فالإنسان الآن بلا عنده شي والديه وماتوا استغفر لهم استغفر لهم الله تعالى وكيقول الوالد أو الوالدة في واحد مرتبة دنيا كل نهار كيسعد درجة عليا كيسعد درجة عليا كيسعد درجة عليا فكيوصل الدرجات كيقول يا ربي أنا أدخل من جاني أنا عمالي صالح محدود ولكن أدخل كثير من جاني كيقولي هذا باستغفار ولدك لك فكل واحد هنا يستغفر الوالديه وكل واحد فينا يطلب الله يعطيه ولدات صالحين ثم يستغفروا لي بعد المامات احنا مليغا نموت واحنا لا شك سوف نموت نطلب الله يكون ولدتنا ثم يستغفرون لنا كمانا نحن نستغفر لأبائنا وأجدادنا ودائما قل الدعاء ربنا هب لنا من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا ودريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقيم إماما أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يصلح دريتنا وأن ينبتها نمتا حسنا وأن تكون خير خلف لخير سلف قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله